السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين الكرام أهلا وسهلا بحضراتكم في كل مكان عشاء نجمل جماهير فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي هنرد فيها عن باقي الأندية المصرية وهنرد فيها ضد الأكاذيب والشائعات لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلامة قبل ما أبدأ أي حاجة عايز أشكر كل الناس اللي بتدعمني باللايك للفيديو علشان نوصل الحلقة الأكبر عدد من الناس ياريت ما تنساش يا صديقي اللايك علشان نوصل حلقتنا لكل الناس أول حاجة عايز أتكلم فيها أن يعني من كم شهر كده جاريدي تلمسة والوافدي تقريبا عملوا استفتاء كوميدي استفتاء مضحك استفتاء محدش سمع عنه خالص ولا حتى في طبق اليوم لكن فجأة طلعوا مرة واحدة قل لك نتيجة استفتاء النساء والوافد أو المساء والوافد لأفضل فريق في الكرة المصرية بص يا سيدبا قال لك أفضل رئيس نادي الأسد والذكر والسبع أفضل نادي نادي الزمالك أفضل لاعب لاعب الزمالك أفضل حارس مرمى الزمالك أفضل جمهور جمهور الزمالك افضل اعلام اعلام الزمالك افضل مش عارف ايه هو بتاع الزمالك افضل زمالك خمسين جايزة وزعوها على الزمالك في الوقت ده افضل ناشئ في ناشئين هما ناشئين الزمالك كل الزمالك جميل يعني مفيش حد قال لك الزمالك وحش خالص لا لا هما كلهم زمالك هو احسن حاجة في مصر يا جماعة الزمالك على فكرة طب يا جماعة فين الاستفتاء اللي انتو عملتوه وعملتوه امتى عشان نبقى بس عارفين يعني ده استفتاء بناء على رغبة حضراتكم صح يعني صحيته من النوم مثلا يعني صحيت من النوم امت فقفشت بالطين فقلت الحاجات دي هي دي اللي استفتاء واتعرض على الجمهور وخلاص ودي اختيارات الجمهور واختيارات ناس فنيين فهمونا بس فالناس ما تتكلموش ولا حد نطق يعني انبارح واحد من اشهر احتفالات الافضل او احتفالات او افضل حفل في الشرق الاوسط من اجل الافضل في الكرة المصرية واكتساح تم واكتساح تم للنادي الاهلي اسأل نفسك فين يا جماعة افضل واحسن افضل واحسن اه نادي مفيش زمالك غير زيزو زيزو وعواد وجابوهم كده مجاملة بس فاهم بس عشان تبقى فاهم بس يبقى فيه حد من نادي الزمالك اللي بيأكد كلامنا استفتاء ربطة الاندية المحترفة كمان ان الاهلي برضو اكتساح تمام ما عادش بس كده لاعب او اتنين مركز او اتنين علشان نوع من انواع فاهمت انت بنغذي العين مش عايزين الحسد يعني اللهم لا حسد انبارح زيزو كان ليه تصريح مهم جدا وتصريح مضحك بالنسبة ليا انا بحب زيزو قوي انا بحب زيزو جدا يعني ليه تصريح موتني انا من الدحك تصريح زيزو طب ما تيجي نشوف وتيجي نسمع زيزو بيقول ايه ده يا جماعة احمد سيد زيزو لعب الزمالك اسمعوا كده معايا زيزو الجميل ده قالك ايه قالك ان هو بيشجع نادي الزمالك مش علشان بياخد بطولات علشان ياخد بطولات هي هو ده الفرق بين نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك وجمهور اي نادي تاني طيب اماليا جماعة بين جمهور الزمالك اماليا جماعة عشان بياخد بطولات لا ده هو بيشجع الزمالك علشان ياخد بطولات علشان يساعد الزمالك ياخد بطولات فعايز اقولك بس لزيزو قالك دي حاجة الزمالك مش موجودة غير في اي جمهور في مصر غير في الزمالك عايز اقول لزيزو كذا حاجة اولا في فترة من الفترات الزمالك ما كانش بيشم وماتش القمة مش هقولك بيشم بطولة حتى القمة حتى ما كانش بيخش ولا بياخدها وعارف انه هو خسران في الفترة دي كنت تيجي تسأل زمالكا وانت بتشجع من يقولك الكرة الحلوة اول ما تلاقي الكرة الحلوة وماما حلوة اعرف انت زمالكا وعلى طول وش اول ما يقولك كده ان انا بحب الكرة الحلوة مش بتاع الكرة وبحب الكرة الحلوة وكده اعرف انه زمالكا وبس مكسوف ومحرج انه يعلن عن انتماؤه ف2018 تقريبا 2017 الكلام ده قاله و2015 الكلام ده قاله احمد الشناو لما الزمالك كسب الدوري قالك يا كابت ان احنا كنا بنتكسف نقولك ان احنا زمالكوية بننحرج واخد بالك يا زيزو ده الحاجة الاولى الحاجة التانية عايز اقول لي زيزو ان الزمالك فقط يعني فقط بطولة الدوري من الدور الاولاني الزمالك فقد الامل عايز اقولك ان جمهور الزمالك ماتشات كتير جدا ما كانش بيحضرها اصلا خالص ملت ولما كانوا بينزلوا الادارة بتتزيني كانوا بيروح ويجيبوا اعضاء الجمعية العمومية يشحنون في الاوتوبسات ويالله يا جدع روح شجع الزمالك وبالتحديد من بعد ماتشا اسوان وسندوتشات اسوان والاطر بتاع اسوان من بعدها جمهور الزمالك ما بقاش يروح زي الاول بالكسافة اللي كانت بتحصل بطولة افريقيا وما ادراكها مبطولة افريقيا الزمالك بعد ما طلع وضمن الحصالة برضو نفس الحكاية جمهور الزمالك مرحش يبقى انا عايز اسأل سؤال لي زيزو حبيب قلبي تمام مين اللي بيشجع مين عشان ياخد بطولة ايه يا زيزو خليك حلو كده ورويح انت كل سنة او سنتين هنشوفك بتشيرت النادي الاهلي كلها سنة عايز اقول له جمهور الزمالك ده جمهور زواء جدا جمهور بيفهم جمهور عقلية تمام جمهور على المستوى الزكاء كبير جدا وتخطى كل الحدود تخيل يا صديقي اهلاو المخترم يا عزيز المتابع المشاهد المخترم ان جمهور الزمالك بعد ما قام يعني ما خل وزير الشباب والرياضة الزمالكاو والرياضة الدكتور اشرف صبحي بعد ما قام به من دعم ومساندة نادي الزمالك لم يقم بها اكتر من المحبين والعشقين لنادي الزمالك بالرغم من ده جمهور الزمالك شايف ان الوزير اهلاو وانو الوزين بيدمر نادي الزمالك امنت بك يا رب يجد عم ده نائس يكتب الوزارة باسم الزمالك والله ده نائس يكتب الوزارة باسم الزمالك بعد ده كله بعد ده كله الوزير اهلاوي انت عمرك شفت في الدنيا كلها في العالم كله ما وراء البحار والانهار تمام عمرك شفت حتى في الكوكب او القرى المجورة وزير رياضة بيعود مع لاعب علشان يقنعوا ان يجدد عقده ينهر ابيض عمرك شفت كده انا شفت وزير رياضة قعد مع لاعب زي ما الكأو علشان يجددله وفي الاخر طلع اهلاوي انا شفت عمرك شفت وزير رياضة في اي كوكب من الكواكب المجورة في مجرد ضرب التبانة مثلا والطريق اللبني عمرك شفت وزير رياضة بيخلي فرقة ممنوعة من المشاركة خارجيا تسافر ويدرب اللوائح عرض الحط عشان خاطر الفرقة دي في الاخر تروح تفضخنا وتكسفنا ومتعرفش تكسب البطولة انا شفت والله وفي الاخر طلع اهلاوي يقولت يا بيه وزير اهلاوي عمال يضمر في نادي الزمالك يا بيه وزير سايب رئيس نادي الزمالك تمام اللي هو جاي بحكم نهائي وقاطع وبدلوقتي سايبه بقى معزول وسايبه يمارس مهامه ما قدرش يقوله بيخي حتى ما قدرش يقوله انت معزول لانه اهلاوي اهلاوي وزير الشباب والرياضة طلع اهلاوي يا جماعة وده كمان قالك المشجع اللي كان في المغرب ده كمان اهلاوي قالك ده مؤمصين من معلق مباراة الزمالك والكويت الكويدي مؤامرة من قالك كده مؤامرة على الزمالك معلق المباراة افتقت كل معايير المهنية ونسى انه بيعلق على منصة الاتحاد العربي وكان بيشجع الكويت الكويدي واحنا مش هنسكت على الظلم ده ونصعد الامور للاتحاد الدولي تمام وهيحق للزمالك لازم يرجع الزمالك قادم الزمالك راجع بظهره ارجع بظهرك وريح براحتك يا حبيبي تعالى الحمد لله الاخت نيرا عايز اقولك ان المعلق السعود منصور الدبيس كان الافضل في البطولة وكان الافضل اتعودنا على الهشتكة والبشتكة عارف انت لما يبقى عندك عايل ابنك كده عاوده على ان كل طلباته مجابة مع مزيد من الهشتكة والبشتكة وكل حاجة حلوة بتعملها له هشتك وبشتك وطب طب كده يعني يعني ناقص تحطول اللقمة في بقه كمان عندك ابن كده فلما تيجي في يوم من الايام يعني اقول له نفسك في ايه كده طب هو بقيت وحش قوي كده انا بصراحة يا جماعة مش لاقي كلام اقوله بصراحة مش لاقي كلام اقوله هنروح للحاجة المهمة معنا اللي هو جاكس الموليكا اللي بيقرب بقوة من النادي الاهلي ساعات الحسم النهاردة ساعات الحسم النهاردة اتفق مع جاكس الموليكا خلاص على الراتب التاني عقد اربع سنين عقد اربع سنين اول سنة مليون تلتمائة الف دولار تاني سنة مليون وربعمائة تالت سنة مليون وخمسمائة رابع سنة مليون وسبعمائة النادي الاهلي قدم عرض مالي لا يرفض خمسة ونص مليون دولار خمسة ونص مليون دولار النادي بشكتاش التركي وفقا لزاعة جول التركية عنا موليكا في النادي الآلي أربع سنوات قادمة كان عايز 6.5 مليون دولار الآلي عرض 5.5 مليون دولار بإذنك يا رب النهاردة نسمع أخبار حلوة بإذنك يا رب النهاردة ممكن نشوف جاكسون موليكا ماسك تشيرت النادي الآلي جنبه حسام غالي عدو مجلس الإدارة الأشياء تحدث الآن خلاص الكابتن حسام غالي خلص مع وكيل اللاعب والاتفاقات بتاعة العقد بتاعه بتبقى جلسة اليوم الحاسمة مع رئيس نادي باشكتاش التركي من أجل إقناعه بالخمسة ونصف مليون دولار مع زيادة نسبة إعادة البيع إلى 20% علشان يكون جاكسون موليكا نسر أهلاوي لمدة أربع سنوات كده نكون نقوله مبروك وألف ألف مبروك لجمهور النادي الآلي خلاص ساعات الحسم تقترب يا ريت يا صديقي قبل ناية الحلقة يا ريت تدعمنا باللايك للفيديو وتصلى على النبي في التعليقات وتعمل ليك علشان نعرف كم عدد محبين سيدنا محمد شفيعنا يوم القيامة بشكرك يا صديقي إنك كملت معي الحلقة للنهاية أشوفك على خير مع السلامة